لم يجد هؤلاء الرجال وأطفالهم مكانا آخر يهربون إليه غير هذه المياه لتخفيف قيض صيف هو الأشد من نوعه مع وصول درجات الحرارة إلى نصف درجة الغليان وتجاوزها أحيانا في ظل إغلاق المسابح ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا في هذه الأجواء الحارة تصل درجة الحرارة 50 في محافظة ديالة ونحن الآن كمواطنين نلجأ في هذا المكان السباحة في نار ديالة هنا في ديالة مشاهد السباحة في الأنهور وأكشاك بيع الثلج في الطرقات لا تفارق حياة المواطنين في كل صيف صباح بيع الثلج الذي يتسبب عرقا يؤكد أن سخونة الأجواء مع انطفاء الكهرباء ساعات في هذا الموسم دفعت الأهالي إلى شراء قوالب الثلج منه بكثرة علىها تخفف معاناتهم الدنيا حارة كلكم تعرفون فمن كثرة انقطاع الكهرباء الناس التجعت هنا عدنا للثلج تسعى لهم ناس تحطى المبردة تبرد به ناس تحطى بالترمز هو وشيس على مدى الصف به وتشرب به تجولنا في عدد من أحياء مدينة بعقوبة خلال متصف النهار لكن على ما يبدو أغلب العوائل فضلت البقاء في منازلها بدلا من مواجهة لهيب الشمس الحارقة وما يتركه من أمراض وآثار يحل هذا الصيف ضيفا ثقيلا على العراقيين هذا العام فدرجات الحرارة مرتفعة والمواطنون يحاولون مواجهتها قدر استطاعتهم في ظل أزمتي الكهرباء وجائحة كورونا علي العنبقي ديالا يو تي في